اشتركوا في القناة هذا قضاء وهذه أعلى سلطة يوم اللي تحكم خلاص مهم جداً أن نمضي قدماً ونستمر في مسيرة العطاء خمسة وثلاثون مرشحاً يتقدمون بأوراقهم ثاني أيام التسجيل والمواقف تجمع على المشاركة الفاعلة مشروع الكل يعرف عنه مشروع بين وزارة التربية ومع وزارة الدولة لشؤون الشباب مهم جداً وهو محل اهتمام مباشر من سيدي حضرة صاحب السمو مباراتنا مشروع حكومي شبابي رياضي حظي باهتمام القيادة بغية حفظي ورعاية الأجيال القادمة يجب على الحكومة أن تراعي مفهوم كلمة قيادي قيادي شخص صاحب رأيه ضخ دماء جديدة للوزارات بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للقيادات الوسطى قرار إحالة القياديين الذين أمضوا ثلاثين عاماً على التقاعد يصطدم بعقبة قلة البدلاء ونقص الخبراء وصلنا لحد الآن إلى خمستعش استجابة من خمسة وثلاثين تعتبر هذه أمور نفذة توصيات المؤتمر الوطني للشباب تلقى آذاناً صاغية وباكورة الثمرات تنفيذ جملة من التوصيات نشرة الأخبار من تلفزيان الرأي أهلا بكم خمسة وثلاثون مرشحاً ومرشحاً حصيلة ثاني أيام التسجيل لخوض غمار سباق الانتخابات البرلمانية لمجلس الأمة في فصله التشريعي الرابع عشر والمقررة في السابع والعشرين من يوليو المقبل وقد خيمت قضية الإصلاح السياسي والتطورات القضائية والسياسية الأخيرة التي تعيشها الكويت على تصريحات العديد من المرشحين فيما لم تغب قضايا التنمية ممثلة برفع مستوى الخدمات الصحية وتحسين مسيرة التعليم عن برامج المتقدمين للترشح ما أعتقد في مواطن أو محامي أو قاضي ياخذ من المحكمة الدستورية تعهد هذا قضاء وهذه أعلى سلطة يوم اللي تحكم خلاص ابطال المجلس كلنا نحترم المحكمة الدستورية ونرد من مكان ما أتينا فلا تعتقد اليوم فيه إذا فيه ثغرة هم يحلونهم يشوفون والثغرات حين راحت مجلسين بطلوا خلاص إذا كان هناك ثغرة راحت هم اللي حطوا الآن أعتقد هم المحكمة الدستورية بس لو حلوا نحترم رأيهم على رأسنا ونروح بيوتنا ونرد الشارع مرة ثانية المجلس المبطل الأخير ترك فلسفة مهمة جدا وهي فلسفة التعاون بين السلطتين التنفيذية والتشريعية بدون نقص في الجانب الرقابي لكن مهم جدا أن نمضي قدما ونستمر في مسيرة العطاء فيما انتهى إليه المجلس المبطل والمجالس السابقة وخلونا نترك هذه المسائل اللي كانت تتكلم عن الجوانب والحراك السياسي والحراك السياسي لا ينطلق إلا من باب العمل رسالتي لأبناء الدائرة الخامسة وبنات الدائرة الخامسة ولأبناء الكويت بشكل عام نتمنى إن شاء الله أن تكون المشاركة في الانتخابات القادمة مشاركة فاعلة وملموسة وطبعا هناك دعوة من يريد أن يدعو إلى مقاطعة الانتخابات أنا أقول طبعا ما في مبرر الآن للدعوة للمقاطعة حث أخواننا في المشاركة الإيجابية بعد تحصين الصوت الواحد لكي يعني يكون هناك مجلس فعلا يمثل رغبة الشارع الكويتي بكل فئاته وكل طوائفه الحمد لله يعني لنا قاعدة وشعبية في المنطقة الخامسة وانتمنى في برنامج الانتخابي هذا أن تكون عدة غضايا عندنا وما أهمها الإسكان والصحة والتعليم والتنمية والشباب لأن الشباب لهم الدور الرئيسي في بناء المجتمع أما بالنسبة حق القضايا المتعارف عليها قضايا الاستجوابات هذه الاستجوابات صراحة للأمانة ما تأدي إلى الصلاح جولة مشتركة لوزيري التربية والتعليم العالي نايف الحجرف ووزير الإعلام ووزير الدولة لشؤون الشباب على بعض مدارس الكويت حيث تم الإعلان عن إطلاق مشروع مباراتنا وهو باكرة التعاون بين وزارتي التربية ووزارة الشباب ويهدف هذا المشروع إلى تجهيز بعض الملاعب في محافظات الكويت الست وإعدادها لتكون جاهزة لاستقبال الشباب انطلاقا من التوجيهات العليا للاهتمام بهذه الفئة هذا المشروع الكل يعرف عنه مشروع بين وزارة التربية ووزارة الدولة لشؤون الشباب وهي تأجهيز ملاعب المدرسية للاستخدام في الفترات بعد انتهاء اليوم الدراسي طبعا هذا المشروع الكبير يتعاونون معنا في الأخوة في اتحاد الجمعيات التعاونية لحيث يكون هناك آلية واضحة لإدارة هذه الملاعب والاستفادة منها وفق للمناطق التي تخدمها كل جمعية نحن اليوم بالتعاون مع الأخوة في وزارة الشباب لدينا 53 ملعب مدرسي في 31 ملعب جاهز والآن قاعدة تستخدم برسم رمزي جدا عندنا 22 ملعب إن شاء الله نسعى أن تكون جاهزة قبل بداية شهر رمضان المبارك ستكون هذه الملاعب وفق الآلية التي ستضحها الجمعيات التعاونية متاحة لأبناء المنطقة وفق آلية معينة في حجز هذه الملاعب والاستمرارية فيها واستخدامها نهدف من خلال هذا البرنامج وهذا المشروع مع الأخوة في وزارة الشباب إلى أن تكون المنشآت المدرسية المتوفرة في المناطق على مختلف أماكنها في المناطق السكنية متاحة لأبنائنا الشباب للإستخدام يسعدني حقيقة اليوم أن أتابع مع زميلي معالي وزير التربية ووزير التعليم العالي دكتور نايف الحجرف مشروع شبابي مهم جدا وهو محل اهتمام مباشر من سيدي حضرة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح حفظه الله ورعاه في رعاية ودعم الشباب من خلال مشاريع تطلق بصورة تحقق حقيقة الأهداف المطلوبة لتوفير بيئة لشبابنا وبالتالي كان فكرة مشروع مباراتنا وهذا المشروع جاء بكرة تعاون كل من وزارة التربية والتعليم لاستثمار والاستفادة من منشآتها وملعبها في كافة محافظات الكويت في لندن وعلى هامش حفل غداء أقامته الهيئة العامة للاستثمار بمناسبة احتفالها بالذكرى الستين على إنشاء مكتب الاستثمار الكويتي أكد رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر لمبارك تطلع الكويت للمزيد من النمو والتطور في علاقاتها مع بريطانيا للوصول للمستوى المأمول الذي يلبي طموحات البلدين كما أشاد شيخ جابر بالعلاقات التاريخية بين الكويت وبريطانيا معتبرا أن احتفالية الهيئة العامة للاستثمار تعد واحدة من نماذج عديدة وتعكس العلاقات التاريخية المميزة بين البلدين وتجسد الحرص المشترك على توطيد أواصر التعاون والتفاهم للارتقاء بالعلاقات واكتشاف آفاق جديدة من التعاون وكشف وزير المالية مصطفى الشمالي عزم الهيئة زيادة استثماراتها في بريطانيا وبعض الدول في قطاع البنية التحتية يشكل قرار إحالة القيادين في الحكومة الذين أمضوا ثلاثين عاما إلى التقاعد هاجس قلق لدى الكثير من المؤسسات والوزارات حيث يصعب ملء الفراغ الحاصل بعد تطبيق القرار في ظل إعلان بعض الجهات الحكومية الاستغناء عن العشرات والمئات ويشدد المراقبون على ضرورة تبني الحكومة سياسة استراتيجية في الإحالة إلى التقاعد التفاصيل في تقرير لمحمد الحياري بالعشرات والمئات تنتشر الأخبار عن إحالة قياديين إلى التقاعد وتعد القوائم للإعلان لتجد بعض وزارات الدولة نفسها أمام معضلة نقص الخبراء وقلة البدلاء واقع وضع القرار أمام استفسارات عدة من قبيل الغاية من الإحالة إلى التقاعد وعما إذا أخذ القيادي الصالح بجريرة الفاسد وسياسة الإحالة الطريقة المسيسة التي اتبعت فيها تحويل قيادات من من أبضوا ثلاثين عاما لم تكن موفقة لذلك يجب على الحكومة أن تراعي مفهوم كلمة قيادي قيادي شخص صاحب رؤية من لديه رؤية حتى ونجتاز التالي عاما فلماذا لا يتم الإبقاء عليه إذا كان صاحب رؤية وأن لم يكن فليتم تجهيز الجيل الجديد هناك قياديين بحاجة أن يتم تنحيتهم والدليل للتدهور الوضع التشغيلي في موسط الدولة سواء كانت خدماتية أو حتى إعلامية أو حتى سياسية بوجع عاما حتى الاستشارات الاستشارات تأتي استشارات فاشلة ومبطلة خروج العديد من القيادات إلى التقاعد دفعة واحدة قد يؤدي إلى خلل في أداء الوزارات والمؤسسات وهو الأمر الذي تطلب إعداد جيل من القيادات لملء الفراغ المتوقع حصوله بالرغم من كون الإحالة مستحقة بحسب بعض المراقبين هذا الشيء يعتبر استحقاق حكومي على اعتبار بأن ضخ دماء جديدة للوزارات بالإضافة إلى إتاحة الفرصة للقيادات الوسطى بأن ترتقي وبأن تعطى فرصة كاملة خصوصا في ظل الترهل في الجهاز الحكومي الذي حاصل الآن في البلد الشيء السلبي في هذا القرار قد يكون في إحداث ربكة من خلال الأعداد الكبيرة التي ستطلع و ستصعد بدالها أعداد جديدة أن يكون هناك قبلها تأهيل للقيادات الوسطى بحيث أن تتسلم لهذه الأماكن دون إحداث أي ربكة داخل الوزارة ويؤكد المراقبون على أهمية الخطوة في ضخ الدماء الشابة القادرة على العطاء والتجديد في المناصب القيادية لكنهم يشددون على ضرورة تبنيهم فكرة استراتيجيا في التطوير والتحديث لتحقيق التنمية محمد الحياري الراي انتهى المؤتمر الوطني للشباب من إعداد جملة من التوصيات وأكد رئيس فريق متابعة تنفيذ التوصيات عبد العزيز لدعيج للراي أن الفريق قام بتصنيف التوصيات حسب أولوياتها موضحا تطبيق عشرات توصيات بعد أن تم إرسالها إلى المؤسسات الحكومية والجهات الرسمية المعنية بكل توصية مهمتنا هو أننا هذه الوثيقة صنفناها إلى توصيات سريعة التنفيذ معناها توصيات التي لا تحتاجها لتأخير وممكن إنجازها بسرعة ووصل عددها تقريبا حوالي هو مجموعة توصيات كلها مية وخمسة وعشرين فيها حوالي خمسة وثلاثين توصية سريعة التنفيذ أطلقنا عليها وأرسلناها من خلال وزارة الشباب إلى الجهات المعنية اللي هي المؤسسات الحكومية المعنية وجدتنا الحقيقة يعني بهذه المناسبة أيضا أشكر هذه الجهات أنها تفاعلت معنا بسرعة خاصة أن الأمر والاهتمام جاي من القيادة السياسية فتفاعلت معنا بسرعة وجدتنا ردود إيجابية طيبة إحنا الآن بصدد استكمالها وصلنا لحد الآن إلى خمسة عشر استجابة من خمسة وثلاثين تعتبر هذه أمور يعني نفذت ما كانت موجودة لكن بسبب هذه نفذت نفذت فعليا وإحنا مشرفين عليها في توصيات أخرى قالت الوزارات أنها تحتاج إلى وقت أطول واستعداد أكثر وإحنا يمكننا أن نلتمس لها العذر لأنه تعرف يعني فيه أمور ما تقدر سويها بسرعة بناء على توجيهات مع الوزر دولة شؤون الشباب انطلاقة المجلس الشبابي راح تكون في شهر عشرة فلابد أن يتم وضع التصور من حيث تركيبة المجلس الشبابي ومن حيث مشاركة جميع محافظات الدولة في المجلس الشبابي قد تكون فكرة أيضا في خلق مجال الشبابية فرعية للمحافظات طبعا نحن وايد أخوكا يقدمون حق المبادرات ومن خبرتنا مع المشروع الوطني كان عندنا جانب لفيه دعم المبادرات فلحن نحاول نحط خطة وآلية عمل أساس نقدر نظل نكمل بدعم المبادرات الشبابية حتى إذا عن طريق وزاج الشباب فلحن نحط خطة عمل وطريقة التعامل مع هذه الأشياء شركة مؤسسة محمد ناصر الساير وأولاده احتفلت بكشف النقاب عن سيارة ليكزيس إي أس الجديدة كليا حيث تتمتع السيارة الجديدة بمختلف مواصفات الراحة والرفاهية والأمان عوضا عن قوة الأداء وسرعة الحركة كما وظفت ليكزيس الجديدة التكنولوجيا الحديثة بطريقة عصرية تناسب حجم الثقاء الكبيرة التي تتمتع بها ليكزيس بين أوساط وجمهور العملاء مخيفة طلتها رهيبة بحلتها لتعكس لنا أفضل جديد للرفاهية التي طالما انتظرها الضواقة الباحثين عن المتعة الحقيقية في القيادة الرياضية الخالصة ليكزيس إي أس ناحقا رهيبة دوما نقولها ونؤمن بها أن الزمن يكافئ الابتكار والجراءة وها هي ليكزيس تجدد بإفتكاراتها وإبداعاتها وجراءتها وبجراءتها وبالتالي جودتها المتميزة لتصبح الاختيار الأمثل للعملاء الباحثين عن الجودة والرفاهية والقيادة الرياضية في الكويت والعالم الأجمع وبعد مضي أكثر من 25 عاما منذ إطلاق ليكزيس الأس 400 للمرة الأولى فقد أصبحت لكزيس واحدة من ماركات السيارات الفاخرة وبل تعدت ذلك لتصبح ماركة السيارات الفاخرة الأولى في الكويت بفضل التزامها على مر السنين الطوال بأدق وأصرم معايير الجودة والاعتمادية ولذلك فلا غرابة أنها تفوقت على منافسيها في فترة قصيرة نسبية من الزمن نشرتنا متواصلة وفيها بعد الفاصل زعاماء أوروبا يوافقون على خطوات جديدة لمكافحة البطالة أهلا بكم إلى الصفحة الاقتصادية وافق زعاماء أوروبا على خطوات جديدة لمكافحة البطالة بين الشباب وتعزيز الإقراض للشركات الصغيرة بعد التوصل إلى اتفاقية بشأن تصفية البنوك وميزانية الاتحاد الأوروبي طويلة الأجل وقرر زعاماء دول الاتحاد الأوروبي السبع والعشرين انفاق ستة مليارات يورو على مدى العامين المقبلين للمساعدة على توفير فرص العمل والتدريب للشبان كما وافق الزعاماء أيضا على خطط لبنك الاستثمار الأوروبي لإقراض مئات مليارات اليورو لشركات صغيرة ومتوسطة ارتفعت العقود الآجلة لخام برينت إلى مستوى 103 دولارات للبرميل حيث توشك أن تسجل أول ارتفاع شهري لها في خمسة أشهر بعد أن قال أعضاء في البنك المركزي الأمريكي إن البنك لن يتعجل في سحب إجراءات التحفيز النقدي غير أن خام برينت يتجه لتسجيل خفاض فصلي للمرة الثالثة على التوالي وهي أطول سلسلة خسائر منذ عامي 97 و 98 بسبب مخاوف بشأن وضع الاقتصاد العالمي وتأثير ذلك في الطلب على النفط هذه النشرة متواصلة وفيها بعد الفاصل قصة للزعفران والإبل أهلا بكم من جديد سمير أبو حمدان الملقب بسمير الزعفراني هو رجل إمارتي متخصص بديهان الإبل التي تحرز المراكز الأولى في سباقات الهجن وهي عادة قديمة الهدف منها تكريم الإبل التي تحرز سيوفا وسيارات لأصحابها كنوع من التقدير والتكريم لها فلماذا يتم دهان الإبل بمادة غالية الثمن ولها رائحة نفاذة فهل تحس الإبل بهذا التكريم وكيف يتم خلط الزعفران للإجابة على هذه التساؤلات نتابع أحمد العنزي في هذا التقرير مادة الزعفران هي مادة نباتية لها استخدامات وفوائد كثيرة ومعروفة لدى الكثيرين من الناس وتستخدم لها الإنسان والحيوان أعزاكم الله ولكن كيف تستخدم للحيوان فلنتعرف في هذا التقرير مع سمير الزعفراني الزعفران هو نوع نباتي بصلي من الفصيلة السوسنية لونه أحمر برتقالي وذات رائحة نفاذة هو طعم مميز ويحفظ في أوان محكمة لك لا يفتقد قيمته كمادة ثمينة ولهو فوائد واستخدامات عدة من بينها تكريم الإبل الزعفران من الأكل والمحلب السوري ممتاز غير يكبعات الإيرانية بس الإيرانية تنظيف زيادة هذه الخلطة طعمك مكونة من 14 صنف الدور الرئيسي اللي يلعب فيه هذا الزعفراني الأصلي الزعفراني الأصلي هذا مستحيل يعني أنك تحصل وجوده لبعض الصعوبة أنه كان واحد يعرف الشيء هذا يجيب لأنه فيه زعفران طعمك يخلطونه بغش وهذا فما يعطيك الريحة ولا يعطيك اللون المتبغي فأنا طعمك واستمراني السنين كلها 38 سنة في هذه الاستعمال أعرف الزعفران الأصلي من الزعفران المخشوش وغير الخلطات فيه المسك طعم مركي المسك اللي هو الغالي الكيلو ب7000 درهم عندنا كيلو الواحد سامير أبو حمدان رجل إماراتي امتهن خلط الزعفران بمكونات عدة منذ 40 عاماً ويحب هذه المهنة بشكل كبير ويقوم بدهن الإبل الفائزة بعد كل سباق كانوا طعم عمرك الأول يحطون الجوائز اللي هي التمر التمر أو شال صوف يحطون عليه ويركضون أنت عندك ناقة أو اللي عندك بعير وهذاك عند ناقة مهم يتكاوذونها يركضون اللي يسبق منهم يزخون طعم عمرك يبون عند الخيمة والخيمة طعم عمرك يكون يلسات في الحريم الحريم طعم عمرك هذي يكون مجهزات الزعفران وشي يسمون الورث يحطون فيها يعني الخلطة الحلوة ويخلطون أربعة يجبون البعير أو الناقة السابجة الأول وينش طعمك واحد مرة يقبض البعير أو الناقة يقبضها مرة مخاشمة وتنش واحدة من الحريم تحط على رأس تكرمها عادة قديمة للعرب كانوا يميزون إبلهم الفائزة واستمرت حتى الآن ويبقى الزعفران المدهون على الإبل التي تحس بها بشكل كبير وتبقى لأشهر عديدة سواء من اللون أو الرائحة المميزة كل شيء عرفا كل شيء إلا الكلام ما يتكلمن الكلام بس ما نعى الله سبحانه وتعلم سخرنا البناطق كل شيء تعرف رأيها وتعرف العزبة وتعرف المكان اللي فيه الماء وتعرف المكان اللي فيه العرب وتعرف كل شيء مسمى سفينة السحرة إذا إياه على الخطام الخطام اللي بتقبض بيه المطية أو الشداد الظهر المطية زعفران بيأخذ لك خمس سنين ست سنين الريحة سمير أبو حمدان حذر من الغشأ في خلط الزعفران لأن أثاره الجانبية ستكون عكسية على الإنسان والإبل الناس طعمك هذين اللي يغلدوا الزعفران هاي ليجيبون حساسية حق المطية يجيبون طعمك حساسية حق المطية من زين لأن طعمك يصير أثاره سلبية يصير أثاره سلبية وحصلت عندنا يعني ناس كتير خبروني من زين فالمطية طعمك يضرب حساسية والإنسان اللي يحط الشخص اللي يحط زعفران تضرب حساسية مثل البرس في أيديه مثل هاي أنا ولله الحمد ثمانية وثلاثين سنة ما شاء الله أثناء تغطيتنا لسباقات الهجن شاهدنا أن هناك إبل تهرب من دهان الزعفران فلماذا يا ترى إيك طعمك الفطيم الفطيم هاي ستة شهور عمره أو سبعة شهور الفطيم هاي السعب يعلمون طعمك مدة شهر أو شهر نص لين يتدرب ويدخلون السباق لما يحن ينهني تلقى طعمرك ما يعرف يخاف من الناس وخص الحيوان هاي بيخاف من الناس ويخاف طعمرك من السيارات والهاية لأنه غريب عليه لكن عندك الحج سنة ونص الحج شوي ها ما يخاف وايت عندك اللقاية عندك الإذاع عندك الثناية لحول هاي الكبار هاي عرفات السيارات وعرفات الحس وعرفات الزعفران وعرفا كل شيء يبقى أن نعرف أن الزعفران تكلفته عالية جدا فلهذا يخضع لتحليل مختبرية قبل استعماله أحمد العنزي أرلاي نهاية النشرة تابعونا دائما على مواقع التواصل الاجتماعي على تويتر أرلاي ميديا جروب وعلى اليوتيوب برايتيوب في أمان الله اشتركوا في القناة